ظهور نتيجة الدبلومات الفنية آآ عشرين اتنين وعشرين. قبل نبسل الفيديو رجاء اشترك في القناة ازا كنت غير مشترك عشان وصلك كل جديد. ومتنساش اللايك والشير في اخر الفيديو. شهرة معشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من خلال الطلاب لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالتزاون مع اقتلاب موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية عشرين اتنين وعشرين. الدول الاول. في جميع المحوظات فرق انتهي من عمل التصحيح ورصد درجات في الكنترولات وعرض النتيجة على الوزير آآ على سيد وزير التربية والتعليم. طرق شوقي الاتمادية بشكل رسمي. وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدول الاول وكافية استخراج نتيجة الدبلوماية الفنية عشرين وعشرين برقم الجلوس. كل ما هو عليك هو التوجه على آآ رابط بابط التعليم الفني. والرابط دوت انا هسيب لك آآ هسيبه لك في الوصف. تقدر تخش وتعمل كدك عليه وتدخل. تاني حاجة هتنقر اختيار ايكونة عن نتيجة الدبلوماية الفنية. يعني فيها ايكونة في الموقع ده. هتضغط عليها اللي هي بتاعت النتيجة. سالسا تحديد التخصص ازا كان صناعي او زراعي او فندقي او تجاري. رابعا ان نقرأ تحديد محافظة تابع لها الطالب في مرحلة الدبلوماية الفنية. خامسا كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. سالسا ان نقرأ على مربع للسلام. سابعا تظهر لسواني سوف تظهر لك النتيجة. طيب. اه في اسئلة ممكن تدخل دلوقتي على الموقع هتلاقي ايه يقول لك نتيجة عشرين واحد وعشرين. يبقى كده لسه. يبقى تجرب بكرة. ناخد بالك يوم تاني يوم تالت. ممكن يظهر لك صفحة بيقول لك ادخل الايميل او رقم التلفون احنا بقيتها لك على التلفون او على الايميل. تمام? دي طريقة. طيب. الطريقة بقى اللي هي تظهر لما تظهر نتيجة خلال الساعات اللي جاية ان شاء الله. هيطلب منك اه رقم الجلوس. بعد ما تختار كل الاختيارات اللي هو القسم اللي انت في يعني ازا كنت نوع التعليم بتاعك فني اه صناعي او تجاري او اه زراعي او فندقي. هتدخل رقم جلوسك او المحافظة طبعا كده اطلب منك رقم جلوس. اتمنى انك تكون السفادة من الفيديو دوت شير الفيديو شارك الفيديو مع اخرين عشان تعمل الفايدة وشكرا للاستماع.